بيكسب ملايين من مراجعات الامتحانات بس وعنده قناة على اليوتيوب بتدخله بالدولار عشان تحضر معاه لازم تحكز مكانك الأول وتمن الحصة معاه مفاجأة للكل حكاية أشهر مدرس لغة عربية في مصر الأستاذ رضا فاروق بيعتبر أهم مدرس لغة عربية لمرحلة السنوية العامة في مصر الأستاذ رضا الفاروق معلم أول للغة العربية من محافظة إد أهلية اتخرج من كلية الأداب والتربية جامعة المنصورة بتأدير امتياز مع مرتبة الشرف من وقت ما اتخرجه ومركز على منهج السنوية العامة باختلاف مراحله عنده خبرة 31 سنة في تدريس اللغة العربية قدر يعمل كتب كتير بنفسه لطلاب السنوية العامة منها موسوعة اللواء للغة العربية واتلقب بصانع الأوائل وده لأنه مفيش سنة إلا لما بيخرج من تحت إيده عدد كبير من الأوائل وبيقول إن سعر الحصة عنده بيوصل لـ 430 جنيه والمجموعة عنده مش بتقل عن 200 طالب يعني بيعمله في الساعة الوحدة مش أقل من 100 ألف جنيه لكن ما حدش يقدر يأكد الكلام ده أو ينفيه عشان تدخل تحضر عنده لازم تدخل على منصة هو عاملها بنفسه عشان تحجز من عليها مكانك وتدفع الرسوم ما تقلش عن 50 جنيه ده غير إنه عامل خط ساخن لنفسه يرد على الطلاب وده بعد ما زاد عددهم ووصل لألف طالب المنصة دي هتلاقي عليها كل المعلومات اللي تخص مستردة تقدر تعمل من عليها حسابك الشخصي وتختار السنة الدراسية اللي إنت فيها وتسجل عليها بإسمك والباسورد وكل ده علشان تقدر تحجز مكانك معاه في السنة الدراسية الجاية كمان المنصة دي بتوفر لك الفيديوهات بتاعت مستر ريدا وأماكن تشتري منها الكتب بتاعته أقل سعر الكتب اللواء اللي عملها ب150 جنيه وأغلى كتاب عامل 200 جنيه وتقدر تشتريه مباشرة من موقع مستر ريدا ويجي لك الكتاب لحد عندك مستر ريدا كمان مهتمة بسوشيال ميديا ويقدم محتوى مميز جداً على موقع اليوتيوب لمنهج السنوية العامة للغة العربية بيتابعوا ملايين من الطلاب وطبعاً بيدخل من فيديوهاته دي أرباح بتوصل لألاف الدولارات كل شهر خصوصاً إن القناة بتاعته عليها أكتر من مليون ومئة ألف متابعة ومشاهداته بتوصل لتنين مليون مشاهدة المميز في القناة بتاعته إنها تقدر تساعد طلاب كتير مش قادرين إنهم يدفعوا فلوس ويحضروا المستر ريدا محاضراته خصوصاً إن عليها شرح ومراجعات وحل امتحانات وتركات كتير عن منهج السنوية العامة عامل كمان محاضرات أونلاين بيكون فيديو كول مع الطلاب بيكون مدتها ساعتين وبسعر أرخص من محاضرات اللي بتكون لايف وبتتكون من خمس أقسام وتقدر تسجلها عندك وترجع لها مرة تانية وإنت بتراجع قبل امتحانك الطلاب بيحبوا يحضروا المستر ريدا محاضراته اللي بيكون بيشرحها بنفسه بعيداً عن الأونلاين خصوصاً إن ليه طريقة مميزة جداً بيشرح بيها المنهج ومعروف بهدوءه وإن حسته بتعدي الساعتين بس بيكون لم جزء كبير من المنهج بيحاول إنه يحاول الطلاب من مجرد طلاب جايين يحضروا علشان يقفلوا مادة اللغة العربية لخبراء في المادة يقدروا بعد كده ما يحتاجوش لحد ويفهموا أسرار وخبايا منهج اللغة العربية اللي هو قاعد يدرسوا سنين وقدر يبقى عنده خبرة فيه محترمة بيحاول إنه يحاول الطلاب عنده من مجرد طلاب عاديين يحضروا عنده علشان يقفلوا مادة اللغة العربية لخبراء في المادة يقدروا بعد كده ما يحتاجوش لحد ويفهموا أسرار وخبايا منهج اللغة العربية اللي هو قاعد يدرسوا سنين وقدر يكون خبرة فيه قولوا الناس ما تعمست الريدا الفاروق قبل كده ولا لا اشتركوا في القناة